السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في هذا الفيديو سنشتغل على الشكل والتطبيقات الكتابية نص الانطلاق هو بعنوان موسيقى جناوة إذن بذاية سنقرأ هذا النص تابعوا معي إذن لدينا تغذي موسيقى جناوة الزاخرة بتاريخ إنساني مشترك مخيلة المغاربة الذين يستحضرون من خلال موسيقاها ذات الصيت العالمي فنا تعود أصوله إلى العمق الإفريقي من بلاد تومبوكتو بمالي والسنغال وغانا والسودان وامتزجت على مر العصور بمختلف مكونات المجتمع المغربي وموسيقى جناوة عبارة عن أهازيج شعبية تمتح من الإقاعات الإفريقية وتأخذ زوار مهرجان جناوة وموسيقى العالمي بمدينة الصويرة نحو عالم ملؤه الإيخاء والتسامح بين جميع الأجناس من كل دول العالم إذن هذا هو النص النص هو يتحدث عن موسيقى جناوة عن أصول موسيقى جناوة بحيث هذا الفن فتعود أصوله إلى العمق الإفريقي من خلال منطقة تومبوكتو بمالي والسنغال وغانا والسودان وهذا الفن امتزج وتفاعل مع مكونات المجتمع المغربي وصار فنا مغربيا متميزا له عشاقه من كل مكان ثم أيضا يتحدث النص عن أهازيج موسيقى جناوة باعتبارها تمتح وتأخذ من الإقاعات الإفريقية وأيضا عن مهرجان كبير لموسيقى جناوة يقام بمدينة الصويرة بشكل سنوي ويحضره فنانون وزوار من مختلف مناطق العالم إذن لدينا بداية أنقل في دفتر ما سطر تحته وأضبطه بالشكل التام إذن سنشكل الكلمات المسطر تحتها في النص إذن هنا لدينا كلمات مخيلة لكن كيف سنشكلها سنقرأ هكذا تغذي موسيقى جناوة الزاخرة بتاريخ إنساني مشارك ماذا تغذي مخيلة إذن مفعول به منصوب تغذي مخيلة مخيلة المغاربة الذين يستحضرون من خلال موسيقاها ذاتي إذن مضاف إليه مجرور ثم الكلمة الموالية لدينا بمختلف مكونات المجتمعي أيضا مضاف إليه مجرور المجتمعي المغربي أيضا وموسيقى جناوة عبارة عن أهازيجا أهازيجا إذن هنا أهازيجا اسم مجرور ولكن هنا جر بالفتحة النائبة عن الكسرة لماذا؟ لأن هذه الصيغة التي جاء عليها تسمى صيغة منتهى الجموع وهي ممنوعة من الصرف أي أنها لا تنون لا يمكن أن نقول عبارة عن أهازيج شعبيتين بل نقول عبارة عن أهازيج شعبيتين ثم بعد ذلك لدينا جملة وتأخذ زوار مهرجاني جناوة وموسيقى إذن هذه لما نشكل هذه الكلمة حيث أصلا نرى فيها موسيقى هذه كم نرهم مدود موسيقى العالم بمدينة الصويرة نحو عالم ملؤه الإخاء والتسامح بين جميع الأجناس من كل دول العالم إذن هكذا سنشكل ثم بعد ذلك لدينا أقترح عنوانا للنص إذن النص هو عنوان عنوانه هو موسيقى جناوة وقلنا يتحدث عن أصول موسيقى جناوة عن موسيقى جناوة باعتبارها فن وثرات وحضارة وباعتبارها أيضا موسيقى عالمية ولذلك سأقترح عليكم هذه العناوين مثلا ممكن أن نقول جذور وأصول موسيقى جناوة أو عنوان آخر جناوة فن وتراث أو عنوان ثالث ممكن أن نقول موسيقى عالمية إلى غير ذلك من العناوين المناسبة ثم بعد ذلك لدينا أستخرج أفكار النص إذن النص يمكن أن نقول على أنه يتكون من فقرتين سنستخرج أفكاره كما يلي إذن سنقول الأصول الإفريقية لموسيقى جناوة وامتزاجها بمختلف مكونات المجتمع المغربي أيضا أهازيج وإقاعات موسيقى جناوة ودورها في إشاعة الإيخاء والتسامح في العالم بين مختلف الأجناس إذن هذه أفكار أساسة وجدناها في هذا النص السؤال الموالي أستخرج القيم المذكورة في النص إذن هذا النص فيه مجموعة من القيم منها قيمة الإيخاء قيمة التسامح وأيضا قيمة الإبداع باعتبار هذا الفن هو إبداع وأيضا قيمة الحضارة أيضا فجناوة فهي يمكن اعتبارها موسيقى حضارية أو تنتمي للحضارة أو الحضارة الكونية أو الحضارة المغربية إلى غير ذلك وطبعا القيم اللي مذكورة بشكل صريح في النص عنا الإيخاء وعنا التسامح ثم أذكر بعض معاني كلمة تعود إذن تعود في النص فهي وردت في هذا الصياق نجدها فنن تعود أصوله إلى العمق الإفريقي تعود أصوله هنا أي ترجع أصوله إلى العمق الإفريقي وبالتالي فكلمة تعود ممكن أن تكون بمعنى ترجع عاد إلى المنزل أي رجع إلى المنزل ثم قد تكون بمعنى تزور مثلا ممكن أن نقول زار علي أو عاد علي صديقه المريض في المستشفى عاده في المستشفى أي زاره في المستشفى ثم أيضا قد تكون بمعنى ترتد ترتد مثلا ضربت القرة في العارضة وارتدت أي رجعت ثم أيضا تأول إذن تأول هي الأخرى بنسبة أقل يمكن أن تكون من معاني تعود ثم سؤال الموالي أعرب إذن لدينا الكلمات زوار وامتزجات إذن كلمة زوار فهي في النص سنعربها حسب موقعها في النص فهي وردت هنا إذن وتأخذ زوار إذن تأخذ موسيقى جناو ماذا تأخذ زوار إذن زوار وقع عليه فعل الفاعل إذن وبالتالي فهي مفعول به منصوب وعلامة نص به الفتحة الظاهرة على آخره ثم كلمة امتزجت إذن امتزجت هنا فامتزجة فعل ماض مبني على الفتح وتأتنت ساكنة لا محل لها من الإعراب وكل فعل يحتاج إلى فاعل سنقول هنا والفاعل ضمير مستير تقديره هي إذن عموما سنعرب الكلمتين معا كما يلي إذن زوار ستعرب مفعول به منصوب وعلامة نص به الفتحة الظاهرة على آخره أما امتزجت فسنعربها هكذا فعل ماض مبني على الفتح إذن هذه الفتح لفوق الجيم وتأتنت الساكنة لا محل لها من الإعراب إذن هتأ فهي فقط تأتنت الساكنة لا محل لها من الإعراب والفاعل ضمير مستير تقديره هي إذن هتأ تعود على الموسيق ثم بعد ذلك سنعرب هذه الجملة تعود أصوله إلى العمق الإفريقي إذن هنا لا دعية للعودة إلى النص مدام عندنا الجملة كاملة إذن سنعربها هكذا إذن عاد يعود أو تعود إذن هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تعود تعود أصوله إذن هنا سنعرب فقط أصوله إذن أصوله هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف وهذا الهاء الغائب الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه إذن كل ضمير تصل بإسم كيكون مضاف إليه أي ضمير تصل بإسم كيكون ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه إلى حرف جر العمقي العمقي هنا اسم مجرور وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره العمقي الإفريقي لاحظوا كلمة الإفريقي فهي تطابق العمق في الجر بجوجهم مجرورين تطابقها في التعريف بجوجهم معرفين بأل في الإفراد بجوجهم مفراد في التذكير العمق مذكر والإفريقي مذكر إذن الكلمة التي تطابق ما قبلها في جميع الصفات والحركات تكون تابعة لها فهي تعرب نعتا حقيقيا لذلك الإفريقي هنا فهي نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته إذن هكذا سنعرب هذه الجملة ثم بعد ذلك لدينا أحول الجملة الجملة التي سنحول هي جملة المغاربة يستحضرون أصول هذا الفن الموسيقي بتوظيف المغربي إذن ماذا سنقول المغربي يستحضر أصول هذا الفن الموسيقي ثم المغربية إذن المغربية تستحضر أصول هذا الفن الموسيقي ثم أيضا مع المغربيات إذن هنا في المغربيات بحلغا نوضف الضمير هنا وهنا المغربيات بحلغا نحولها مع الضمير هي ثم المغربي بحلغا نحولها مع الضمير هو إذن سنقول المغربيات يستحضرن أصول هذا الفن الموسيقي إذن عموما سنحول هكذا إذن المغربي يستحضر أصول هذا الفن الموسيقي المغربية تستحضر أصول هذا الفن الموسيقي والمغربيات يستحضرن أصول هذا الفن الموسيقي ثم السؤال الموالي أستخرج من الفقرة الثانية الجموع الموجودة فيها وأحدد نوعها إذن الفقرة الثانية من النص ستبتدئ من وموسيقى جناوة إلى غاية نهاية النص إذن لدي نوع موسيقى جناوة عبارة عن أهازيجة إذن أهازيجة فهو جمع وبالضبط جمع تكسير ومفرده هو أهزوجة شعبية تمتح من الإقاعات إذن الإقاعات أيضا هنا جمع وهو جمع مؤنث سالم لاحظوا أضفنا آلف وتأم بصوطة على المفرد لتكوين الجمع إذن هو جمع مؤنث سالم الإفريقية وتأخذ زوارة إذن زوارة أيضا جمع وهنا يرى جمع تكسير لأن نكسرنا صورة المفرد المفرد زائر زوار نكمل مهرجان قناوة وموسيقى العالم بمدينة الصويرة نحو عالم ملءه الإيخاء والتسامح بين جميع الأجناس إذن الأجناس أيضا هو جمع تكسير مفرده جنس جنس أجناس من كل دوالي إذن أيضا دوالي فهو جمع جمع تكسير والمفرد هو دولة دولة دول إذن أيضا تكسرت صورته وبنية المفرد إذن عندنا خمس كلمات في الجمع سنحددها هكذا إذن قلنا أهازيج جمع تكسير الإقاعات جمع مؤنث سالم وعندنا زوار والأجناس ودول فهي كلها جمع تكسير سؤال موالي في النص كلمة يختلف نطقها عن رسمها أحددها إذن بحثوا كثيرا في هذا النص وجدت أن الكلمة التي يخالف نطقها رسمها يمكن أن نقول هي كلمة الذين حيث لاحظوا كلمة الذين فهي هنا رغم أنها مضاعفة فكتبت بلام واحدة فقط إذن هذه هي اللي سناخذها بعين الاعتبار من هذا النص إذن سنكتبها الذين ثم أيضا أكتب ثلاثة كلمات أخرى يختلف نطقها عن رسمها إذن ممكن أن نقترح مثلا كلمات مثل داود طاوس رحمان أيضا قطرح بما لما فيما ذلك أيضا هذا هذه إلى غير ذلك إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص شكرا لكم